أكد سمو الأمير علي بن الحسي رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم خلالات رأسه اجتماعنا مع رؤساء أندية المحترفين على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للمحافظة على اللعبة من أي تصرفاتنا خارجة عن النص وعن التقاليد والعدات والأخلاق التي يتمتع بها الشعب الأردني وطالب سموه من رؤساء الأندية عرض أبرز الهموم والمشاكل إلى جانب المطالب التي تخدم أهداف الارتقاء بالمستوى وتم التطرق خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اتحاد الكرة لموضوع مستوى التحكيم وتم الاجتماع على أن الأخطاء التي تحدث ليست مقصودة وتطرق رؤساء الأندية إلى مسألة عقوبات الجماهير وخصوصا فيما يتعلق بالبنود التي تشير إلى حرمانها من حضور المباريات وما يخلفه ذلك من تأثير سلبي على جوانب الريع والنتائج على حد سواء ومطالبة الاتحاد بإيقاف قرار الحرمان تفتتح يوم غدا مباريات الأسبوع السادس عشر من دور المحترفين لكرة القدمة بإقامة لقاءين يجمع الأول شباب الأردن والأهلي فيما يلتقي سحاب والبقعة في المواجهة الثانية تفاصيل أوفا في التقرير التالي بحثا عن تحسين الموقع على سلم الترتيب والارتقاء قفزة جديدة يتواجه فريقاء الأهلي وشباب الأردن في مباراة متكافئة من الناحية الفنية بافتتاح الأسبوع السادس عشر من دور المحترفين وسيدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز السابع برصيد تسعة عشرة نقطة ويعاني من الإرهاق بعدما خاض لقاء أمام الزوراء العراقي في الاتحاد الأسيوي فيما شباب الأردن يحتل المركز الثامن برصيد ثمانية عشرة نقطة الأهلي يبحث عن استثمار انتصاره على الفيصل في الجولة الماضية وأن يحقق فوزا ثانيا على التوالي وسيرمي بكافة أوراقه الرابحة في مواجهة أسود غمدان وسيعتمد على محمود مرضي في بناء الهجمات بعدما بدأ اللاعب بالعودة إلى مستواه وإسناد مهمة الاختراقات ليزن ثلجي فيما سيكون على الطرف الآخر محمد العلوني على الجهة المقابلة فإن شباب الأردن سيكون جاهزا لمواجهة الأهلي وسيكون لديه أوراق قادرة على تقديم وجبة كروية دسمة بتواجد نجم الفريق موسى التعمري صاحب المهارة العالية بالإضافة إلى تواجد رائد النواطير ومحمد عمر الشيشاني وهم الذين يتوافقون مع أسلوب المدير الفني عيسى التروك ثلاث نقاط ستكون مطمع الفريقين في الملعب فيما التعادل سيبقيهما في نفس المركز هذا وتقام في نفس اليوم قمة مثيرة في قاع الترتيب تجمع بين السحاب صاحب المركز التاسع برصيد تسع عشرة نقطة والبقعة متذيل الترتيب برصيد تسع نقاط والتي يحتضنها ملعب الملك عبد الله في لقوسمي وستكون نتيجة هذه المباراة مهمة في صراع الهبوط حيث النقاط ستكون بست نقاط وأيضا ستكون مهمة لكافة الفرق التي تنافس للنجاة من شبح الهبوط ويبحث البقعة عن الخروج من قاع الترتيب والتقدم نحو الأمام من خلال تحقيق النقاط الثلاث أمام منافسه ويعتمد على الحالة المعنوية بعد تحقيق فوزه الأول بالدوري الأسبوع الماضي على حساب ذات راس البقعة ظهر بطريقة مغايرة في مرحلة الإياب من حيث تحسن الأداء وهما يعتمد عليه عماد خنكان المدير الفني للبقعة بإسناد المهام العدنان عدوس ومحمد عبد الحليم ووسام دعابس سحاب بدوره لن يفرط بنقاط المباراة وهو الآخر بحاجة إلى النقاط الثلاث وهو يدرك رفقة مديره الفني ثائر جسام ضرورة الفوز في هذا اللقاء وسيدخل سحاب اللقاء مكتمل الصفوف وسيعتمد على أحمد عبد الحليم صاحب التزديدات القوية بالإضافة إلى المهاجم إبراهيم الجوابري على الصعيد الأوروبي يستقبل فريق برشلونة باريسان جيرمان مساء الليلة في لقاء يسعى من خلاله تعويض خسارة الذهب الثقيلة برباعية نظيفة في ياب دورة 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم استعدادات الفريقان لهذه المواجهة المرتقبة في التقرير التالي ولأن كرة القدم لا تحمل في قاموسها كلمة مستحيل يدخل فريق برشلونة لقاء الإياب أمام ضيفه باريسان جيرمان ضمن مباريات دوري 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويهدف إلى تحقيق ما هو أقرب إلى المعجزة وقلب الطاولة على أبناء العاصمة الفرنسية لقاء الذهب حسمه رفاق الدمارية لصالحهم بربعية نظيفة جعلت بطاقة العبور أقرب إلى باريسان جيرمان حتى قبل إطلاق الحكم لصافرة بداية مباراة اللياب لويس أنريكي الذي أعلن الأسبوع الماضي بأن هذا الموسم هو الأخير له مع الفريق الكتالوني يعمل بان يترك بصمة إيجابية مع برشلونا وأن يحقق تأهلا إعجازيا سيجعل فريقه انتحقق من أقوى الفرق المرشحة لنيل اللقب ميسي وسوريز ونيمار ثلاثي أبهر كل من شاهدهم على المستطيل الأخضر ولكن لقاء الليلة هو اختبار حقيقي لهم من أجل جعل المستحيل حقيقة ولكنهم مطالبون بهز شباك باريسان جيرمان بخمسة أهداف شرط أن لا يدخل برماهم أي هدف وهذا ما يصعب المهمة على الجهة المقابلة فأن أمري مدرب الباريسيين يعتمد على كوكبة من نجوم الفريق القادرة على ضرب دفاعات برشلونا أبرزهم فيراتي وديماريا وكافاني ومن المتوقع أن يعتمد على الهجمات المرتدة القاتلة وفي لقاء أخر يصغيف بروسيا دورتموند الألماني فريق بنفك البرتغالي ويسعى من خلاله أصحاب الأرض لتعويض الخسارة بهدف النظيف في مباراة الذهب وكان دورتموند قد خسر المباراة الأولى بنتيجة لا تعكس مجريات اللعب حيث سدد لعبه أربع عشرة تزديدة وأضاعوا ركلة جزاء مقابل خمسة تزديدات لبنفك أصفرت وحدة منها عن هدف الفوز ويعتمد تخيل على هجومه الضارب بقيادة المتألق أبو ميانغ والألماني شورلي رغم الغياب المؤثر للنجمين ماركوس رويس وماريو جودزا فيما سيلعب بنفك بنفس التشكيلة مع التزام أكبر من الناحية الدفاعية